شهديني خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله ونستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير أخبار كتير هتحصل النهاردة هتبدأ النهاردة فعاليات اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال قضايا المرأة اللي بتعقده منظمة المرأة العربية في إطار الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة في الفترة من 23 ل25 سبتمبر 2024 بيركز اللقاء على مناشة مجموعة قضايا تعتبر ذات أولوية في عمل المنظمة بتشمل دور البيانات وإنتاج المعرفة في اتخاذ قرارات تراعي إدماج المرأة ومراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين والمرأة والتغير المناخي وأنظمة الغزاء والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وبيستهدف اللقاء الخروج بتوصيات ومقترحات للعمل خلال السنوات القادمة في ضوء الأولويات الوطنية والإقليمية النهاردة فتح باب تعديل الرغبات والمتخلفين عن التقديم من الاثنين وحتى يوم الأربعاء لطلاب الثانوية الأزهرية الملتحقين بجامعة الأزهر وتم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية القاهرة إبلي وبحري ترسيخاً لمبدأ المساواة بين أبناءنا الطلاب والطالبات وبيبلغ إجمال عدد الناجحين بالثانوية 91.341 طالب تقدم منهم للتنسيق 77.065 طالب وطالبة النهاردة هيعقد التحاد المصري لكرة القدم وشركة استادات للاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم وانطلاق التصور الجديد لدور الأكاديميات بيعقد المؤتمر بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس في الواحدة زهراً